لو الحكاية فيها إنا ذيكو لو حاولنا نستشف من الحالة الفلكية الأحداث العالمية على مستوى البلاد المختلفة حنلاقي أنه البلاد الأسوأ حظا هي ممكن تكون اليمن بشوف أنه اليمن الحالة الفلكية بالنسبة لهم ممكن بتحمل لهم أجواء فيها ضغوط كتير وممكن يكون اليمن محتاج للبنى من جديد خلال 2020 كمان إيران بشوف أنه ممكن يكون من رقمها بيفرد عليها نوع من العزلة خلال 2020 تركيا كمان من البلاد اللي ممكن تفرد عليها العزلة من البلاد كمان اللي بشوف أنها أسوأ حظا الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تواجه تحولات كبيرة وانقلاب في أحوالها والله أعلم أما البلاد اللي ممكن تعيش مرحلة جديدة هتكون مصر أنا بشوف أن مصر ممكن يكون عندها قرارات جريئة وشجاعة هيحصل في مرحلة جديدة في مصر فيها قرارات جريئة وشجاعة كمان السيل عندهم كوكب المشتري في وضع داعم بالنسبة لهم وبيديهم فرصة كبيرة أنهم يتوسعوا ويوسعوا نطاق سيطرتهم ويحاولوا كمان يتجاوزوا الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمة مسيطرة من البلاد كمان اللي أشوف أنها عندها بدايات جديدة هتكون لبنان عندهم بداية مرحلة جديدة بتحمل ليهم إسرار وشجاعة وقدرة أنهم يعملوا مبادرات جريئة هتحقق لهم النجاح والتقدم إن شاء الله أما الحكام الأفضل حظا خلال السنة دي شايف أنه أمير الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر قال صباح وكمان بشوف أنه في حكام ممكن يكون عندهم سوق حظ فيه الأمير تميم ممكن يكون الأسوأ حظا عندنا زعيم كوريا الشمالية كمان ما عندهوش حظ رئيس وزراء أسيوبيا أبي أحمد برضو عنده نهاية رئيس إيران حسن روحاني برضو ما عندهوش حظ كبير وفيه رئيسة وزراء ألمانيا أنجلا ماركل لو مسكنا بعض البلاد بالتفصيل حنلاقي لو نبدأ بأمريكا أو بالولايات المتحدة الأمريكية بما أنها على درجة 13 من برج السرطان فبشوف أنها من أول يناير الولايات المتحدة في مواجهتها خمس كواكب يعني السنة بتبدأ وفي مواجهة أمريكا خمس كواكب ده بيعرضها لاستفزازات وانقلابات وتغيرات وتحولات كتير ده بالنسبة لأمريكا وكمان بالنسبة لدونالد ترامب وهو مولود 14 يونيو هو في برج الجوزاء وده رقمه بيقول أنه فاقد لاتزانه النفسي وقدامه ضغوط ومفاجآت كبيرة عنده كمان بشوف أنه عنده حالة تردد في اتخاذ قرارات ده بالنسبة لدونالد ترامب روسيا بعد كده من البلاد اللي لازم نبص عليها بشوف أن بوتن 7 أكتوبر هو برج الميزان وبرضو عنده خلال 2020 حالة حيرة وتردد في اتخاذ القرارات وبرضو عدم اتزان نفسي وعدم وضوح في تحديد توجهاته أما الصين فيه الرئيس شي جيمبنج ده مولود 15 يونيو هو برج الجوزاء وبشوف أنه عنده عمل خلف الستار يعني بيخطط في سرية تامة وممكن يصدم العالم بعمل مفاجئ فيه كمان ألمانيا لو بصين على أنجلا ميركل بشوف أنه أنجلا ميركل بما أنها مولودة في 17 يوليو برج السرطان فبرج السرطان من الأبراج المتضررة جدا السنة بتبدأ في مواجهتها خمس كواكب فبشوف أنه عندها حالة صحية ممكن تكون بتتدهور هي أورادي عندها الحالة الصحية مش حلوة وده نتيجة من دلوقتي الكواكب في مواجهتها وطول 2019 الكواكب في مواجهتها وكمان 2020 بتبدأ وخمس كواكب في المواجهة فده بيخليها عرضة جدا لتدهور في حالتها الصحية والله أعلم لكن أشوف أنها الوضع الفلكي معها صعب فرنسا لو بصنا على إيمانيويل ماكرون بشوف أنه مولود في 21 ديسمبر هو برج الكوس وبشوف أنه عنده مرحلة جديدة بيبدأ مرحلة جديدة فيها تقدم وفيها نجاح ويقدر يخرج بلاده من الأزمات المفتعلة فيه كمان في بريطانيا فيه بوريس جونسون ده مولود 19 يونيو هو برضو برج الجوزاء فيه رؤساء كتير من برج الجوزاء على مستوى العالم بشوف أنه هو السنة دي بالنسبة لي هو طبعا رئيس الوزراء في بريطانيا بيعمل لاتخاذ قرارات عصبية يعني عنده حالة عصبية وانفعالات قوية وعصبيته ممكن تدفعه أنه ياخد قرارات متسرعة لو رحنا بقى ناحية سوريا هنلاقي أنه بشار الأسد بما أنه برج العزراء عنده سنة 2020 فيها حالة تشوش وتخبط وعدم قدرة على اتخاذ قرارات أما إيران فبشوف أنه رئيسها حسن روحاني هو برج العقرب مولود 12 نوفمبر عنده نهاية مرحلة بيشعر فيها بالحزن وبالغضب وكمان إيران كرقمها بشوف أنه ممكن يفرد عليها نوع من العزلة لو رحنا بقى على قطر بشوف أنه الأمير تميم هو برج الجوزاء مولود 3 يونيو عنده سنة مليانة ضغوط بس ده من رقمه مش كل موليد الجوزاء لكن هو عنده سنة مليانة فيها ضغوط كبيرة وممكن يحتاج أنه يبدأ من جديد نروح بعد كده لدولة الإمارات وهنلاقي أنه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قال نهيان مولود في 7 سبتمبر هو برج العزراء والسنة دي بتمثل بالنسبة له مرحلة فيها توسع في العلاقات الدولية أما بالنسبة للكويت فهنلاقي أنه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر قال صباح هو مولود 16 يونيو هو برج الجوزاء وأشوف أن السنة دي من أفضل السنين عنده هو سنة 2020 بتعتبر سنة بنائة جداً بالنسبة للكويت عموماً وحيكون فيه فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات لو بصينا على اليمن هنلاقي أنه رئيس اليمن عبد الرب منصور مولود في 1 سبتمبر هو برج العزراء وصنة 2020 بتحمل له مصاعب ده من رقمه عنده عقبات في آخر نوفمبر وفي أول ديسمبر برضو لو بقى يعني لبنان من البلاد اللي كلنا قلقانين عليها بشوف أنه لبنان عندها بدايات جديدة وممكن يكون فيه مبادرات وروح مبادرة هتحقق لهم النجاح إن شاء الله وتقدم خلال 2020 أما أسيوبيا فبشوف من خلال رئيس وزراء أسيوبيا أبي أحمد مولود 15 أغسطس هو برج الأسد وصنة 2020 بتمثل بالنسبة له نهاية مرحلة وبشوف أنه هو ممكن يواجه تمرد ومعارضة وممكن يقع في أخطاء كتير ممكن تكون أخطاء جسيمة الأخطاء دي هتكون خصوصا في فترة معينة لما زوحل يكون في مواجهة برجه من أول 22 مارس لغاية أول يوليو الفترة دي ممكن يكون عنده حالة عدم تركيز أو تسرع في اتخاذ قرارات وده ممكن يوقع في أخطاء جسيمة بعد كده برضو البلد اللي أشوف أنها من ويمكن قلت في الأول أنها من الأسوأ حظا كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية مولود في يناير برج الجدي أو 8 يناير تحديدا بشوف أنه هو عنده سنة مليانة مصاعب وضغوط وحيكون محتاج يبني من أول وجديد لو رحنا على الجزائر هنلاقي أنه رئيس الجزائر الجديد عبد المجيد تابون مولود في 17 نوفمبر هو برج العقرب وسنة 2020 عنده تحرر من ضغوط كتير وممكن يعرف يحدد كويس أولوياته ويتحرك في مناطق كتير ويكون عنده علاقات دولية في أكتر من بلد يكون موفق خصوصا في شهر فبراير وشهر سبتمبر وشهر نوفمبر بس فيه عنده فترة لازم ينتبه فيها لخطواته من أول 22 مارس لغاية أول يوليو لو نروح لتونس هنلاقي أنه الرئيس تونس قيس ابن سعيد مولود في 22 فبراير هو برج الحوت وبشوف أنه خلال 2020 بيعمل التحرق بجرأة لكن السرعة ممكن تكون مش في صلحه فمهم جدا أنه يتأنى فيه خطواته أو فيه قراراته ليبيا فيه خليفة حفتر 1 يناير وبرج الجدي مولود 1 يناير سنة 2020 بتمثل بالنسبال وسنة مليانة حركة ومليانة إنجاز المشتري في برجه هو كوكب الحظ ممكن يحسن التصرف جدا رغم الضغوط اللي بيعيشها يعني هو جدي عندهم كوكبين شوية متنقدين المشتري اللي هو كوكب الحظ وزحل اللي هو مش بيدي حظ لكن ده معناها أنه عنده ضغوط كتير لكن إن شاء الله هيكون عنده حسن تصرف قدام الضغوط ويعرف يتغلب على كل